حاجة دلوقتي في اللجنة الحالية في حكام بينك وصين كده مختصين بالاهل والزمالك فقط لا ما فيش حد لا ما فيش لجنة يطير تعين حكام مختصين بالاهل والزمالك بس لأن الحكم مش هيتكرر الاهل والزمالك بس خلي بالك احنا فيه فترة انا مش بتكلم على حكم بعينه انا بتكلم مثلا لو بنتكلم 8 حكام التمانية دول بيتوزعوا المتشاط الاهل والزمالك كل شوية مثلا يعني لو انا هعمل زيهم هعمل زي ما انت بتقول حضرتك لأن المتشاط الاهل والزمالك محتاجة نوعية حكام عندها خبرات حكام مميزة حكام ما عندهمش اخطاء نوعية التمانية دول ولا العشرة دول اللي حضرتك بتقول عليهم برضو لازم يكون لهم تاريخ مع الاندية لو 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 الحكم ده عنده مشكلة مع النادي الفلاني حتى لو كان من ضمن العشرة لازم يلعبوا للنادي الفلاني فعشان كده انا بقول لك نوعية اه هنا كابتن وجيه بتخدني في حتة تانية انا لنبقى نادي سين او صود مش الاهل والزمالك فبطلع اعترض على التحكيم النهاردة واقول هونتش معنا بتجبولي انا الحكام دول اللي باعتراف حرايا او بكلام حضرتك انه ممكن يبقى قولك اقل شوية من الحكام اللي بيديرهم اكتر شوية اكتر شوية اكتر شوية بكلام عليك قولك تتجوز بتاعتهم اقل من الاهل والزمالك الحكام بتقول اه لا فييجي مثلا نادي سين نادي زي هكلم النهاردة على مباراة غزل المحلة وفارقه وكان فيه حالة مسائلة للجد يقول لك هونت عشان غزل المحلة انا غزل المحلة انا عندي تموه حبكة في الدوري او عندي مركز كويس فبتديني حكم ممكن ما يبقاش حكم دوري زي ما بتديهم للاهل والزمالك مش المفوض الحكام كلهم يتوزعوا بالعدالة على كل الفرق لا طبعا لا لا طبعا انا بفهم منك على فكرة لا طبعا نوعية الحكام بزي بعضا ال 20 ولا 30 حكم المختارين بزي بعضهم في حكام دوليين وحكام عندهم خبرات في مستوى تاني حكام عندهم خبرات أهل بلعبوا ماتشاط عدد من المبارات أقل من حكام الدوليين وحكام عندهم خبرات في حكام لسه صاعدين بلعبوا عدد محدود من المبارات ماتشي وماتشين وثلاثة واربعة في السنة لازم فيه فرق يعني أنا أجيب واحد بيلعب تاني لعب ماتشين في السنة أجل لعبه للأهل أو لعبه الزمالك أو لعبه ماتش مهم على الهبوط أو الصعود لا طبعا لازم معنا عشان كده بقولك خبرات اللجنة هي صعبة بصراحة خبرات اللجنة أنت إمتى تختار يعني عندنا دلوقتي نادر أمر الدولة مش دولة ولا حاجة بيعب ماتشات عشر على العشر مميز جدا بيلعب ماتشات كبيرة وبيلعب ماتشات الأهل والزمالك فدي يعني الحكم أنت اللي بتصنعه كرجنة أنت اللي بتكبره بتديله عدد من المباريات مثلا إسماعيلي ومحلة اتحاد وسموحة أنت اللي بتكبره لغاية ما تجي تديله الأهل والمصر الأهل وبيرامدز زمالك وبيرامدز زمالك وإسماعيلي أنت اللي بتكبر الحكم لغاية ما توصل أنت كلجنة وتبقى عندك قناعة أن الحكم ده يقدر يدير مباراة من من الكلاس اي اللي أنت بتقدر تعتمد فيها على الحكام الدوليين أو حكام الصفوة اللي عنده فعشان كده أنت اللي بتكبر الحكم أنت اللي بتخلي الحكم يكون في المكانة الكلاس اي بعدها ده مهم جدا ترجمة نانسي قنقر